الكثير من سكان بلدة مزرع شرق بسكرة يحنون إلى ديار الأجداد هنا في قمة تاكتيت حيث الهواء النقي والجو المنعش صيفا رحلتنا كانت شاقة بسبب صعوبة المسلك وهو السبب الرئيسي في عزوف الأهالي عن ديار أبائهم وأجدادهم تهيئة هذا الطريق ساهمت فيه قواتنا تهيئة الجيش التي أعادت الأمن وهو ما شجع أصحاب الأرض في الحنين أكثر إلى مصيفهم هنا تلخير الجيش الوطني الشعبي اللي اتحنا الطريق وصلنا طالبين قرية سياحية هنا في هذا بس ترميم المسجد تعبيد الطرقات الكهرباء ممارين القرية هذه قادرين يرجعوا قادرين يبنيوا قادرين يخدموا ولكن يلأس في شديد ما كانش الإمكانيات منين يعقواك تشوف حنايا كيف شفتنا اليوم رئيس بلدية مزرعة أبهره الموقع وضم صوته إلى المطالبين بأعمار هذا المكان أول مرة نزيل المنطقة هذه وهو رايع وهذا الشيء يجعنا يعني بس نقترح عدة أمور في البلاصة هذه خصوصا في فتح المسالك إذا كان ممكن أن نقترح مناقب فلاحية مع النسخ مع محافظة الغابات من أجل دعم الفلاحين فيما يخص تربية النحل فيما يخص تربية الماعز الثابت هو أن سكان مزرعة ملوا الترحال صيفا إلى مناطق بعيدة بحثا عن مصيف مريح بينما لا يبعد مصيفهم الأريح كيلومترات معدودات ومهما يكون فإن الثابت هو أن همتهم ستجسد طموحهم يوما ما ترجمة نانسي قنقر